حارق مهوي ليلتهي مؤزد من 30 هكتارا من الغطاء الغبوي والسلطات تجلئ الساكنة أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذه النشرة الإخبارية والآن إلى التفاصيل أتى حارق إن دلعا بغابة بوردبي منطقة الشرشارة بجماعة بوردبي دائرة أكنول إقليم مدينة التزا على نحو 30 هكتارا من الغطاء الغبوي وأوضح المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغبات بتزا مراد السعفدي في تصريح لوكالة المغرب العرب للأنباء أن الأصناف الغابوية المتضررة من هذا الحريق الذي شب في الغابة المخزنية ببورد هو البلوط الأخضر والصنوبة الحلبي والأعشاب الثانوية وأضاف المتحدث أنه فور علمها بهذا الحريق تعبأت شروق التدخل التي تضم عناصر الوكالة الوطنية للمياه والغبات والوقاية المدنية والسلطة المحلية والضرك الملكي والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية للوصول إلى مكان الحريق مباشرة ومباشرة عملية الإطفاء وأشار في هذا الصدد إلى أن فرق التدخل واجهت عدة صعوبات بعين المكان من بينها صعوبة التضاريس وهبوب الرياح القوية بمختلف اتجاهاتها بين الفينة والأخرى وارتفاع درجات الحرارة وصعوبة الولوج إلى بؤر الاحتراق مما تسبب في طول مدة محاربة الحريق